طيب هنتكلم في الفيديو ده ان شاء الله عن الجوجل فورم والجوجل فورم دي بنستخدمها في ايه او هي ايه اصلا الجوجل فورم دي اعتبار فيتشر او حاجة كويسة الشركة جوجل بتديها للمستخدمين بتوحها لو انت عامل اكاونت على جوجل تقدر انت استخدم الجوجل فورم دي عندك ايميل مثلا طيب الجوجل فورم دي بنستخدمها في ايه ممكن نستخدمها عشان نعمل امتحان على النت ممكن نستخدمها علشان نعمل استبيان نسأل الطلبة على حاجة فده دي الحاجات اللي احنا ممكن الجوجل فورم نستخدمها فيها يعني طيب طبعا بعد ما بيحصل ان انا بعمل فورم او بعمل جوجل فورم يعني وببعتها للطلبة وببعتها لأي حد يعني في الاخر بقدر ان انا اجمع كل الردود دي كلها في اكسيل فايل بحيث يبلي الردود كلها كل طالب قال ايه او كل شخص قال ايه كل معيد قال ايه وطفر يعني ممكن تكون مسلا بتعمل او او تقييم عايز حد يقيمك في حاجة عايز حد يقول رأيه في حاجة عايز حد تجمع من الطلبة اه فبتجمع كل ده وبتحط في الاخر ممكن تحط في ملف اكسيل تمام الفورم دي الفورم دي مجانية عادي خالص ما فيش حاجة مش محتاج تدفع اي فلوس بل اضافة ان انت ممكن بعد ما تخلص الفورم تقدر انت تعمل لها شيرينج مع اكتر من حد اكتر من شخص يعني دي اصلا الناس اللي هتملي الفورم لازم تبقى معها اللينك او معها الفورم دي اه تبعث لها لينك وتقول لها اه دوسي على الينك ادي stato وهيظهرليك فورم اه يمليها واكدا ها ممكن تملي تبحث اللين كده الميم ممكن تبعته لناس كدير اه لو هما بس عشان يملوها وكدا وبرضو ممكن تملي تبعث اللين كده لناس على اساس ان هما يكونو متعاونين يعني ناس ازايك بالظبط يقدروا يمسحوا الفورم يقدروا يعدله الفورم يقدروا hضيفه element فيها يعملوا اللي هم عايزينوك زيك زيون بظبط لكم نفس الكبابلة الزيعم ولكن في ناس تاني ممكن تشارك معا اللينك انها تبقى تفيو بس انها تبص على الحاجة دي بس وتمليها لكن ما تقدرش تعدل او تشيل المنت فيه طيب ده بالنسبة لجوجل فورم الموضوع بسوية ما فيهوش اي حاجة بس هو عادة ما بنستخدمه عشان لو نعمل امتحان على المنت طيب كحادة مبتدئ جدا مفيش اي حاجة بتعمل ايه بتفتح جوجل بتفتح البروزر بتاعك وتكتب جوجل دوتكم وبتكتب في الحتة دي كده طبعا انا انا يعني تكتب هنا كده الحاجة اللي انت عايز تعمل بحث عنها مسلا اكتب كلمة انشاء جوجل فورم او تكتب بس كلمة جوجل فورم هيظهر لك طبعا نتيجة كتيرة بتختار اول ايه اول نتيجة وبعد ما تدوس عليها بيقولك بيظهر لك الصفحة دي اللي هي جوجل دوت فورمس بيظهر لك الصفحة الحاجات دي كلها بتتكي على كلمة اللي انت قال الى نمازج جوجل طبعا لما بمتك على اللينك ده بيظهر لي ان انت ممكن تستخدم مستند فارغ او واحد جديد او ان انت تبدأ تعمل فورم بناء على تمبلت او حاجات جاهزة يعني طبعا خلينا نكون في ابسط حاجة ان انا تماما عايز اعمل فورم فبقاعمل بالخطوات دي وبتك على كلمة مستند فارغ لما بعمل طبعا انا اورها لكم عملي في الفيديو الجاي بس يا الفكرة ان انا بس بقولها الخطوات الاول بعد ما بتدوس على المستند فارغ ده بيظهر لك حاجة زي كده المتاع دي كلها الشاشة دي كلها تمام الشاشة تبعا من كلمة نموذج بدون عنوان بتبقى بقنا انت تغير اسم الفورم بتاعتك اللي هي مثلا ايه رأي الطلبة في المادة اصلا يبقى بدل الكلمة دي نكتب رأي الطلبة في المادة هنا برضو رأي الطلبة في المادة بتكتب عايز تاخد رأي الطلبة في ايه في السكشن او في المحاضرة بتكتب هنا ايه برجاء كتابة رأيك الشخصي واكتب هنا المحاضرة او الايه يعني مثلا اختيار ممكن نقول هنا برجاء اختيار انت هتقيم ايه او ان انت عايز تقول رأيك عن ايه الاول عن المحاضرة او الا السكشن فلما اقول لك عن المحاضرة فهيتكها هيختر المحاضرة وبعدين نعمل المنت تاني او سكشن تاني او جزء تاني نقول له قل رأيك بالظبط ببقى فيه فيه حاجات كتيرة ممكن الفورم دي تتحالي يعني الحاجات الكتيرة من ضمنها مثلا ممكن نخلي الشخص يضيف اجابة كثيرة ممكن نضيف فكرة اجابة طويلة شوية او خيارات متعددة multiple choice او mcq ان انت تضيف حاجات الشخص يختار منها او طبعا ممكن يعمل تحميل ملف ممكن انت بتدله سؤال والسؤال ده عشان يجاوبه لازم يوريك خطوات الخطوات تبقى خطوات على رسمها وبتاع فلازم يكون كاتبة هو على جانب وبعدين يصورها ويبعثها لك انت وبالتالي يتطلب نعمل تحميل فايد او تحميل ملف تمام فهو اكتر من options دي يعني حاجات بسيطة ممكن اضيف خيارات متعددة واجه اوام ال element ثاني واضيف ايه مثلا حاجات فاقرة بس فبتكة هنا دي زايد دي بيظهر لي كل شوية لو انا عملت زايد يظهر لي عايز تختار السؤال والاجابة تبقى على هيئة سؤال بتاع الجزء ده واجابة على هيئة فاقرة اه فاقرة تعمل ايتم تاني عايز او عنصر تاني يعني انا عايز اضيف ايه اضيف سؤال على هيئة خيارات بتاعدي ده وكذا فانا كل شوية بضيف فممكن نبني في الفيديو اللي جاي اكتر الحاجات ده طبعا كان عبارة عن فيديو بس الخطوات يعني قلت اوريها عملي احسن في الفيديو الجاي وانا افترض مثلا عشان نوضح الدنيا ان انا عندي كورس كمبيوتر بيتاخد ولو مستويات مستوى اول تاني تالت وعايز ا اشرح مثلا اقول ان فيه امتحان في الكورس ده او اي او اي حاجة يعني عايز انا فيه امتحان في الكورس فانا عايز ادي لطالب كل شوية سؤال او كذا سؤال عن الكورس يعني وطبع ممكن يكون الكورس بتاخد على هات اكتر من المستوى فانت بتبقى عايز تدي له اسئلة عن المستوى الاول او التاني او التالت او او صفر يعني اه تمام فخاذنا نشوف الفيديو الجاي افضل عشان الدنيا تبقى واضحة بشكل عمل يعني امام